جي معنا مع فاقرة سكوك هنتكلم النهاردة عن واحد من الأمراض النفسية المرتبطة بالسوشيال ميديا وللأسف الشديد بدأ ينتشر بقوة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا عمتا المرض اللي هنتكلم عنه النهاردة هو متلازمة فومو وفومو هو اختصار لكلمة Fear of Missing Out طيب باختصار كده الفومو يعني ايه؟ يعني ان الشخص بيحس بالخوف منه ان هو يفوت حدث او يفقد شيء او فرصة افضل والشخص المصاب بالمرض ده بتلاقيه حريص ان هو بيتابع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل متواصل العلماء قالوا ان ده بيحصل كل 3 دقايق على الاقل وان فيه 27% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيفتحوها اول ما بيصحوا من النوم اول ما بيفتحوا عنهم وانه كمان فيه 56% منهم بيحسوا ان فيه حاجات كثير نقصاهم لو ابتعدوا عن السوشال ميديا لمدة اطول من ربع ساعة بس طيب قبل ما نكمل كلامنا عن الفومو تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع تاني على طول زي اي حد في مصر دلوقتي السوشال ميديا بيتوقضة كل ايامنا زي اي شبف مش في مصر بس معظم اليوم يعني ممكن نص اليوم تقريبا يعني يعني اعتبر تلتين اليوم يعني كل وقت دلوقتي ببعث سوشال ميديا يعني من ساعتين تلات ساعات كدس او اكتر كمان يعني يعني بقضي نص اليوم يعطبا مش يعني اغلب اليوم يعني بقى سالي وقت يعني الوقت 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 ببقى فا بيستغلم ما اي حاجة سالي بقى وقت ممكن حابة صغيرين بس اخرى ليل قبل ما نعم كده شوية وبتاع لكن بقيت اليوم كله انا في الشغل ما بقدرش اغدى علي كتير يعني اغلب الوقت يعني بوقتي تقريبا كله في مواصلاتي في البيت وقت ما انا فاضي وقت الشغل كمان اغلب الوقت على طول ما نمسك الموبايل مؤخرا ما بقيتش زي الاول انا زمان كنت مثلا بقعد معظم اليوم بتاعي على السوشيال ميديو كله لكن حاليا اتبص مثلا لا انا ممكن استفيد منها بطريقة احسن بدل ما بقعد اتفرج على حاجات ملاش اي ثلاثة لازمة في ايام بعديل اربع ساعات يعني وانشاف ان ده مش صح يعني بس خلاص وده اللي بيحصل يعني ولسا مكملين كلامنا عن الفوم ومن الحاجات كمان المهمة الخاصة بالمرض ده انك هتلاقي الشخص ده بيكون حريص انه يتابع كل اللي بيحصل وكل الترانز وكل البلوجرز وبيتكون جواه احساس عميق انه فيه ناس بيستمتعب وقتهم بشكل افضل منه او انه هم عندهم فرص في الحياة افضل منه ولو هم ما بقاش متابع هيفقد الفرص دي متلازمة الفومو فيه متلازمة تانية مرتبطة بيها وهي متلازمة فاب اختصار المصطلح فير اوف بينج مست والمتلازمة دي بتخلي الشخص يشعر بالخوف من الضياع وبرضو متصل بيهم متلازمة تانية وهي فوبو اختصار المصطلح المصطلح فير اوف باتر اوبشنز طيب التلات متلازمة دول بيتمحوروا حوالي نفس الفكرة تقريبا وهي الخوف من الحرمان او الاقصاء الاجتماعي وانه يكون فيه حاجات افضل في الحياة وفرص ممكن يكون بيفوتها وعشان كده هتلاقي ان الفيديوز اللي بيعملها المشاهير وخاصة مثلا الحاملة او الولادة او الصفر او تغيير البيت او ان انت بتغير مثلا العفش بتاع البيت بتاع الفنان ده هي الفيديوز الاكتر متابعة ودايما بتحقق ملايين المشاهدات طيب دلوقتي ازاي نعرف ان احنا مصابين بمرض الفومو المرض ده زيه زي اي مرض تاني لاعراض ومن الاعراض دي الرغبة في التواجد في كل مكان وان الشخص بيبقى عايز يشارك في كل حاجة حتى لو بشكل وهمي وبيجيله مشاعر بالندم الشديد لو فاتوا اي شيء وغيرها من الاعراض طبعا التانية زي الاحساس الدائم بان حياته اقل من الطبيعي وان المفروض يعيش حياة افضل من كده علشان نعرف اكتر عن الموضوع ده حيكون معانا دلوقتي مدخلة هاتفية من الدكتورة راشا الجندي استشاري الطب النفسي زيك يا دكتور ازاي حضرتك عامل ايه دكتور اهلا بيك اهلا وسهلا بيك اموريني فضالي دكتور حضرتك طبعا استماعتي عن الفومو تمام مضبوط طيب انا عايز اعرف هل ممكن السوشيال ميديا يكون فعلا بتصيبنا بامراض نفسية تعمل مشكلة للدرجات دي في حياتنا مضبوط طبعا هو موضوع الفومو ده هو اختصار لفيروف ميسينج اوت ان انت خايف زي محضرتك اشارتي كده من شوية ان انت خايف يفوتك حاجة او خايف يفوتك حدث معين موجود على السوشيال ميديا هنتكلم على السوشيال ميديا بالتحديد هو موجود من زمان يعني هم حطوه في قاموس اكسفورد الانجليزي سنة 2003 بس لو حضرتك تفتكري معي هو موجود من زمان جدا بس بطريقة مختلفة يعني من زمان موجود الناس اللي عندها مثلا هوس لمتابعة المشاهير بس كان زمان موجود ايه يعني مثلا بيجيبوا الجرائب بتاعتهم يعلى صورهم في الحيطة يعلىوا صورهم وعمرهم ما يفوتونهم اي حاجة درجة اللي فيه نيس وصل عندها الموضوع اللي هوس لما بتحس ان البني ادم ده حقيقي موجود في حياتها وهي بتعرفه والطرده والحاجات دي فهو موجود من زمان بس زمان كان بطريقة تانية عشان ما كانش موجود السوشيال ميديا ما دلوقتي عشان موجود السوشيال ميديا فاتغيرت الطريقة اللي هو بقى موجود بيها يعني ليه طبعا اعراض زي ما حضرتك قلتي ازاي هاعرف ان البني ادم ده عنده الفوم وعنده عليه خطر لانه هو حضرتك الخطر منه انه هو زي الاذمان فطعب الصلاعي الانسان منه يعني لو الحاجة دي مش موجودة البني ادم ده هيتعب نفسيا وجسديا وصحيا زي ان احنا نسحب منه الموبايل مسا بزبط فزي هو طبعا بييجي بالتدريج فلازم لما بنيجي نعالجه بيكون بالتدريج برضه التخلص منه بيكون بالتدريج كأن بني ادم مدمن على اي حاجة كأن حد متعود كل يوم بياخد منون بعد كده مش هارف ينمن غير المنون علشان اخلصوا من المنوم لازم بالتدريج فبالظبط الفوم ده اللي هو الناس اللي عندها ادمان السوشيل ميديا ده ادمان ادمان بمعنى الادمان فلازم هيتفحب منهم بالتدريج اعرف ازاي طبعا هو هتلاقيه متابع صفحات كتيرة جدا ده مؤشر يعني هتلاقي ناس مثلا الطبيعي ان الناس بتتابع الناس اللي هي بتعرفهم او بتتابع معاهم الحاجات اللي هي مهتمة بيها هو مثلا مهتم بمجال الرياضة فهتلاقيه بيتابع صفحات الرياضة مع الفن مثلا مثلا على سبيل المثال او شخصية فعلا هو متأثر بيها فبيتابعها لا دول لا دول بتلاقيهم بيتابعوا كل حاجة كل حاجة فتيجي حتى عدد الفولوينج الناس اللي هم بيتابعوهم مش اللي الناس بيتابعوهم اللي هم بيتابعوهم هتلاقي عددهم كبيرة جدا فعلى طول بتعرفين الشخص ده ايه ده هو انت جايب من اين وقت او بتضيع قد ايه وقت ان انت تقعد تشوف كل الناس دي او كل الحاجات دي فده مؤشر المؤشر التاني الاشعارات عندهم هتلاقي بصوت عالي يعني دي رنة بعكس الناس الطبيعي هتلاقي مسلا عاملها الاشعارات على السوشيال ميديا سايلانت او حاجة كده اللي هو يعني لانه مخصصة وقت معين في اليوم انه لما هيكون عند وقت هو هيدخل بنفسه يتفرج ويشوف اللي هو عايشه طبط لا ده عامل بقى الاشعارات بصوت كأن رسالة بتجيلك اورانة بتجيلك فتخيالي حضرتك بيجيله كم اشعار في اليوم فهو رابط عامل اشتراق يعني ارتباط شرطي ما بين التشبع اللي هو بيشعر به وما بين صوت الاشعار اللي بيجيله هتلاقيه كمان عايز يرجع البيت بسرعة لو هو في مشوار لو هو في شغل لو هو في حاجة او هتلاقيه قاعد جوه الشغل جوه ميتنج واي حاجة بيختلس اي فرصة عشان يدخل يبص وحتى لما بيروح مكان حضرتك عشان يستمتع زيارة يتفسح يعمل هو مهتم ان هو يصور يوسك اكتر ما مهتم من ان هو ايه يستمتع من ان هو يستمتع وفي حاجة مهمة قاوي هتدخلي كمان هتعرف فيهم حضرتك هو دلوقتي مثلا على سبيل المثال في الفيسبوك لو انا مثلا سيمي تابع حضرتك وحضرتك علقت الحد داخل المهم يزبط حضور فدي طبعا شوية اعراض كده ممكن ان احنا نقدر نعرف منهم يعني ان احنا من الناس دي لان لو الحاجات دي اختفت ما بقتش موجودة في حياتهم او حصل مثلا نت ويف شوية او موبايل ومفصول شحن او الحاجات دي هما بيجي لهم طبعا ديئة وخوف وقلق ومش مبسوط ولو مهما كان هو محطوط فيه وبسرعة عايز يجري يشحن وبسرعة عايز يشغل الموبايل وبسرعة عايز يعيد الباقة فالوضع بتاعه مش لطيف خالف الناس دي حضرتك لما احنا لما جينا نشوف يعني حتى اخر بحث ليه شغال عليه دلوقتي مربوط بالموضوع ده ان علاقة السوشيال ميديا بالضغوط النفسية الموجودة جوه الطلبة بتاع الجامعة فلما جينا نشوف هما ليه بيتحولوا الفهم وبقى يعني ايه اللي بيوصلوا من مرحلة الادمان دي فلاقينا انه هم النوعية دي من الطلبة او من الناس هما في حياتهم الطبيعية عندهم حرمان اجتماعي في حياتهم الواقعية في بيتهم مع صحابهم مع الناس عندهم حرمان اجتماعي بمعنى ايه ممكن ملوص صحاب او ممكن ليه اهل او ليه صحاب بس مش بيدوله فرصة ان هو يتكلم مش بيدوله فرصة ان هو يعبر مش بيسمعوه يجي يتكلم مع حد يقوله ما تنكدش علي انا ما بحبش العتاب ما بحبش كذا الناس بتنفر ملوص فعايزين يعيشوا في الحياة الواهمية اللي هي على السوشال ميديا عشان ما يشاركش في الحياة الحقيقية مظبوط برافو على حضرتك هو لأ الناقص عنده فين لأ الناقص عنده هناك لان هو في حياته الحقيقية اما حاسس بالوحدة اما حاسس بحرمان اجتماعي اما حاسس بنقص عطفي مش لاعي ذاته والحاجات دي من المتطلبات الحياة الاساسية النفسية لأي بني ادم فبيروح يلاقيها فين بيروح بقى يلاقيها على السوشال ميديا دول بقى لو دارت علي وما تلاقيهم صعب جدا يكونوا بيلعبوا رياضة مثلا بشكر حضرتك جدا يا دكتور روشال جنزي استشاري الطب النفسي وبكده تكون خلصة فقرة سكوب بما اننا لسه في فترة الباك تو سكول والبيوت تقريبا كلها بتستعد لدخول المدارس قررنا اننا نتكلم النهاردة في موضوع بيشغل بال الكتير من الاهالي والامهات ودائما بيكون مصدر قلق لهم الموضوع ده هو مشكلة التأخر في الكلام والموضوع ده بدأ ينتشر بشكل كبير وناس كتير بتتكلم عنه الاول كان الموضوع مش بيلاهي اهتمام من بعض المدارس لكن دلوقتي معظم المدارس تقريبا بقوا بيهتموا بالاطفال اللي عندهم مشكلة في التخاطب وبيساعدوهم ويتواصلوا مع الاهل ويفاهموهم طرق التعامل الصح مع الاطفال اللي عندهم المشكلة دي عشان نتكلم في الموضوع ده بشكل يفيد كل الناس هيكون معنا النهاردة دكتورة رشا سامي استشاري امراض التخاطب ازاك يا رشا الحمد لله اولا انا مبسوطة جدا انت معايا النهاردة لأسباب كتيرة جدا يعني اولا انت صاحبتي اللي بحبها سانيا انت عاملة شغل جامد جدا 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 على السوشال ميديا والفيديوز بتاعتك يعني فيها كم مشاهدة عالية لانها فعلا بتفيد بطريقة برضو كبيرة طيب احنا النهاردة موضوعنا التأخر في الكلام او مشكلة التخاطب احنا عايزين نعرف الاول نشرح للناس ازاي هما يبتدوا يقلقوا ان الطفل عنده مشكلة في التأخر في الكلام اول حاجة في مائل ستونز معينة لازم اتأكد ان هي عند الطفل يعني مثلا الطفل عنده ستة شهور ما فيش اي اصوات بيطلعها الطفل مش بتندهي عليه ما بيبص الكيش ما فيش اي نوع من انواع التفاعل ابتدي اقلق ولازم استشير الدكتور تخاطب لو مثلا الطفل لحد عمر السنة ما بيقولش غير بعض الاصوات ما بيتفاعلش معي ما بقولوش مثلا هات حاجة يدهيلي ما بقولوش مثلا بوسا فيدي بوسا ما بيقلتش اصوات ما بيقلتش حركات لو الطفل مثلا بندهله مش بينتبهلي خالص فلازم الاكشف على السمع بتاعه ممكن يكون الطفل مش سمعني ممكن يكون فيه ماء على ودنه ممكن يكون فيه اسباب تانية مخليه عنده مشكلة فمش بيه تجاوب كل ده ما فيهوش مشكلة والطفل بس مش بيه تجاوب ساعتها لازم ألجع الدكتور أمراض تخاطب ولازم أعرف إيه المشكلة طفل مثلا متأخر في الكلام لما بقرنه بأقرنه بأطفال أده أو بأخوه هو صغير أو بمثلا ابن صاحبتي ابن جارتي ابن عمه أو أيا كان لقيت أني ابني أو بنتي مش زي الطفل اللي في سنه استشير الدكتور أمراض تخاطب بلاش أسأل جيراني وصحابي فقلو لي لأ تمام سبيه هو هيتكلم لوحده لأ استشير الدكتور أمراض تخاطب هو يقول لي أنه ده هو كده كويس أو أني هو متأخر أو أن أنا مش محتاجة أعمل حاجة أو أن أنا محتاجة أعمل جلسات وسعيتها أبتدي أتصارد السؤال اللي دايما الأهل بيسألوه هو أبتدي إمتى جلسات التخاطب ناس كتير قوي بتنصح أننا ما نبدأش جلسات التخاطب قبل عمر السنتين ونس تانية بتقول سيب الطفل وهيتكلم لوحده للأسف النصايح دي مش صح وبتأذي الطفل أكتر ما بتنفعه إحنا دايما بنبدأ جلسات التخاطب أول ما بيكون الطفل مستعد وطبعا على حسب التشخيص يعني مثلا لو الطفل داون سيندروم أو سي بي شلل دماغي لازم نستشير دكتور أمراض تخاطب من الشهور الأولى علشان دكتور أمراض التخاطب بيعلم الأم إزاي تأكل الطفل وإزاي تعمل تمرينات معينة بتقوي بيها عضلات الفم والفك وده بيفيد الطفل جدا لحد ما يبتدي جلسات تخاطب سن 18 شهر هو أفضل سن نبدأ فيه جلسات تخاطب وساعات كمان بنبدأ قبل كده لو الطفل مستعد لو حتى الطفل مش مستعد بس الأهل شايفين أن الطفل متأخر عن اللي في سنه لازم أستشير دكتور أمراض تخاطب علشان الدكتور هو اللي هيقول إذا كان الطفل متأخر ولا لأ ولو الطفل متأخر ولسه مش هيبدأ جلسات الدكتور بيدي نصايح مهمة للأهل يمشوا عليها في البيت زي ازاي يتكلم معاه ازاي ألعب معاه ازاي يزود حصلته اللغوية أو أني أنا أودي حضانة لحد ما الطفل يبدأ جلسات تخاطب وده بيكون مفيد جدا طيب بس مش هما دايما يقولوا أن البنت للولد بتفرق في موضوع التخاطب أو في الكلام أو مثلا من طفل للتاني بتفرق يعني مش المفروض نتخذ ده مرة واحدة صح؟ لا مش مفروض بس فيه أفردش يعني مثلا الطفل لحد عمر السنة سواء ولد أو بنت ما بيطلاش أي كلمات لا أغلق مافيش بقى أزردش أصي الولاد بتأخرى عن البيانات أضرد وتأخرى عن البنات يطلع مثلا عشر كلمات بد вм plast 20 لحد عمر السنتين ما قالش كلمتين مع بعض بس بيقولي مثلا خمسين كلمة لكن بيقول ثلاثة أربع كلمات لحد عمر السنتين واقول لا أصي الولاد بتأخرى عن البنات لا طبعا طبعا كده في مشكل من طبعا في مشكل من طيب حبسنا في البيوت وكده؟ طبعا الكورونا اثرت جدا عدم التفاعل مع الاطفال ان احنا سبناهم كتير قدام الشاشات سواء تليفون او ايباد او التنفيزيون او اي امكن طبعا بتأثر البيئة بتأثر انهم بقاش بيتفاعلوا مع اطفال زيهم انهم بقاش بينزلوا الحضانة الاهلي بقيت تتراب على ولادها بلاش ينزل الحضانة لا هيكوح لا هيتعايزي لا خلي يقعد في الحضانة لا انا خايف الحسن ابني يجيروا الكورونا خلت الاولاد طبعا تتأخر اكيد طيب المشكلة في التخاطب او التأخر عن متن في الكلام فيه ناس بتقول انه ممكن يكون مشكلة عقلية هل ده فعلا الحقيقي او لا طبعا سبب من اسباب تأخر الكلام ممكن يكون الطفل مستوى الزكاء عنده اقل من الطبيعي وده بنعرفه زي ببلغتبارات اللي احنا بنعمال اما بيجي لنا اي طفل اول ما بنكشف عليه بنبتدي نشوف الهيسري بتاعه كله بنشان تبتدي نشوف لو في حد من الاه سواء من طرف الام او من طرف الاب متأخر في الكلام عنده اي مشكلة عقلية عنده اي مشكلة في الجنات عنده توحد عنده ADHD او اي ان كانت المشكلة اللي موجودة في العيلة ممكن تشرح لنا بس يعني هي ADHD ADHD اللي هو تشتت الانتباه وفارط الحركة يعني بيكون طفل مستوى الانتباه عنده ضعيف شوية والحركة عنده زيدة عن الطبيعي طبعا مش لازم ان يكون الطفل عنده كل الصفات دي ممكن يكون الطفل بس عنده مشكلة في الانتباه ممكن يكون الطفل عنده بس حركة زيدة ممكن يكون الطفل عنده اندفعية ممكن يكون الطفل عنده اي ان كانت مشكلة اللي عنده برضو ده بيتم التشخيصه لازم يكون بيشتكي من بعض من بعض الاعراض لمدة لا تقل عن ستة شهور واعراض معينة لفترة لا تقل عن ستة شهور ساعتها بنبتدي نقول اذا كان الطفل ده ADHD او لا يعني مش كل طفل قعد سرحان في كلاس يبقى دوت ADHD مش كل طفل قاعد شقي شوية أو عمل حركتين يبقى دوت ADHD فطبعاً اللي بيشخص ADHD دكتور نفسي أطفال فيش حاجة اسماني مدرس يقول على فكرة ده ADHD أو ده توحد لا هو بينقل الconcerns بتاعته و بينقل المخاوف بتاعته للأهل يقول له مثلاً أنا قلان إنه الولد معي دلوقتي بقالنا شهرين مثلاً في المدرسة واستجابته مش زي صحابه اللي معه في الفصل أو إنه هو مثلاً مش بيخلص شغله كله أو إنه هو بيسرح مني ده بينقل مخاوفه مين بعد كيه بيشخص الأهل بتدوا يعملوا أساسمنت ويبتدوا إنه هم يشوفوا إيه مشكلة الطفل فعلاً طيب إحباً نروح نشوف الفيديو ده ونرجع تاني نكمل كلام أوكي النهاردة هنتكلم عن إزاي أمنع التأخر اللغوي عند الأطفال ممكن أعمل إيه علشان إبني أو بنتي ما يتأخروش في الكلام النهاردة هقول لكم نصايح كتيرة قوي ممكن تنفزوها مع أولادكو في البيت علشان ما يتأخروش في الكلام وإن شاء الله ما تحتاجوش دكتور أمراض تخاطب أول حاجة لازم أكون أم رغاية رغاية يعني بتكلم كتير مع البيبي من أول ما بيتولد بتكلم وأنا بأكله بتكلم وأنا بحميه بتكلم وأنا بلبسه برغي طول الوقت بسمي كل حاجة بعمل هاله وكل حاجة مسكها في إيدي وكل حاجة بدي هاله بخلي الطفل يقلد سواء يقلد حركات أو أصوات بخليه سقف يعمل باي بوسة هاي فايف لازم أتفاعل مع الأصوات اللي الطفل بيطلعها وهو بيناري يعني لما يبتدي يعمل با ما بو ببتدي أنا كمان أقلد الأصوات اللي الطفل دي بيطلعها أو ممكن كمان أشجعه إنه يطلع أصوات أكتر ممكن أقول له برافو ممكن أعمل حاجات كتير قوي أشجع بيها طفل وبالتالي يفضل يطلع أصوات أكتر طيب دكتور إحنا عايزين نعمل بقى لو فيه طفل مثلا عنده خمس سنين يعني المفروض يكون بيكلم هل إحنا المفروض نقلق على الطفل ده لو هو عنده بعض الحروف في بعض الكلمات ما تطلعش مظبوطة بعضك لدغات مش لدغة إنه مثلا بيطلع لسانه بحرفة أو حاجة كده بكلم الحروف تتشقلت يعني مثلا كلمة سمكة مثلا ممكن يقولها مثلا كمسة طيب في حاجة اسمها انتليجابلتسي أو درجة مفهومية الكلام درجة مفهومية الكلام دي جزء من تطور اللغة فيه طفل بيوصل يعني لما طفل بيكون عنده أربع سنين المفروض يكون درجة مفهومية الكلام لكل حد مية في المية يعني إيه مية في المية؟ يعني مية في المية من الأشخاص اللي حواليه أو اللي ما يعرفوش يفهموا كلامه مية في المية لو الطفل عنده مشكلة طبعا لازم يروح لدكتور أمراض تخاطب لأنه ممكن يكون الموضوع أكبر من كده ممكن يكون هو عنده شوية لغة حافظهم وبيتع فاعل بيهم بس البراجماتيكس اللي هي براجماتيكة عمتا ممكن يبتزي يروح لدكتور عشان يساعده في موضوع الكلام أو التخاطب عمتا بداية من سن كيف؟ على حسب المشكلة يعني مثلا لو طفل تولد داون سندروم ده من أول ما بيتولد بنبقى عارفين أنه عنده مشكلة حتش رحلنا يعني إيه داون سندروم؟ داون سندروم اللي هو الطفل الداون أوكي الطفل الداون دوت بيكون كان زمان بيقول علي الطفل منغول دلوقتي هو داون سندروم الطفل الداون بيتولد بفيتشرز معينة وبمشاكل معينة بيكون عندهم من أنواع التأخذ العقلي فأول ما بيتولد على طول لازم يروح لدكتور أمر التخاطب عشان إحنا بنعمل فيدنج يعني لازم بنعرف الأم إزاي تردعه سواء رداعة طبيعية أو رداعة صناعية علشان ما يشرقش علشان ما يحصلوش انفكشنز في ودينه علشان حاجات كثيرة قوي بنعلمه إزاي تأكله أو تردعه بطريقة مصبوطة إزاي تأكله بطريقة مصبوطة ده شغل تخاطب لو طفل عنده مثلا سي بي اللي هو شل الدماغي برضه من أول ما بيتولد بيبقى معروف للمشكلة ولازم بنرجع لدكتور أمر التخاطب علشان يبتدي دينا إنستركشنز دايما الأولاد اللي هم عندهم داون سندروم أو عندهم سي بي دايما متأخرين في الكلام فلازم بندي إنستركشنز للأهل نعمل إيه؟ نبتدي إمتى؟ نرغي معه إزاي؟ نتكلم معه إزاي طفل مثلا عنده سنة ونص وما بيقولش غير كلمة واحدة ومش بيتفاعل قوي مش بينفز أوامر مطنشني لأ أبتدي على طول جلسات تخاطب بلاش المدرسة القديمة بتاعتمار أبتديش تخاطب قبل عمر سنتين أو ثلاث سنين لأ ما فيش كده دلوقتي في إحنا بنيدي الطفل جلسات تخاطب وانس إن هو مستعد في بقى الأهم من جلسات التخاطب إن إحنا لازم نكون بنتكلم مع الطفل لازم يكون بنتفاعل مع الطفل لازم نقلل الشاشات لازم أهم من ده كله إن إحنا نودي حضانة لازم يكون فيه تفاعل بينه بين أطفال في سنه عشان يبتدي يقلل فيه حاجات لتطور اللغة يعني فيه متطلبات عشان اللغة تكتمل عند الطفل عشان يبتدي يبني لغة لازم يكون عنده تقليد حركي وتقليد لفظي لازم الطفل يكون بيتفاعل معي يعني لازم أنا نقعد أغنيله فكرة زمين كانوا الأهل بيقروا قصة كل يوم لولادهم صح دلوقتي الأهل بطلوا يعملوا الحركات دي بإنهم بيتفرجوا عليها على الآيباد أساسي بس فكرة القصة اللي أنا بقراها إن أنا بعمل أول حاجة باند بيني وبيني أو بنتي الحاجة التانية إن أنا بقلد أصوات بقلد حركات بوري له صورة فهو بيربط الصورة بالكلمة ده من سنه كم؟ ده من وهو صور خالص من وهو بيبي ما نقراله من وهو بيبي ما نحكيله قاعد أغنيله وعمل له حركات بإيدي وخليه قلت فهتلاقي الولاد بعد شوية بيعمل الحاجات اللي أنت بتغنيهله حتى لو بيجيب التون ما هو ده نوع من التقليد طبعا إنه هو يعرف يجيب لحنة الكلام صح ده هو جزء من تطور اللغة لما بيجي أهل بيشتكوا إن ابنهم مثلا ما بيقولش كلام موضع بيقوله عنك اللي هو الجارجون ده هو جزء من تطور اللغة في أهل بيجوا مثلا والولد صغير بيقولوا إيه بيقلد الكلام ورايا ساعد بيكون مش لازم يكون هو عنده تواحد ساعد بيكون عشان الطفل متأخر في الكلام فما عندوش حصيلة لغوية كافية تخليه يتكلم يعني تبسلوه تزيك عملا إيه يقولك تزيك عملا إيه ما عندوش اللي يرد بي عليكي بس هو عايز يرد عليكي ففيه طرق لازم يكون الأهل بيلجاءه الدكتور الأمراض الخاطب هو بيشوف إيه المشكلة بنبتدي إمتى بنبتدي والطفل مستعد سواء سنة ونص سنة وثمان شهور سنتين على حسب استعداد الطفل طيف فيه فيديو تاني هنروح نتفرج عليه لأنه فعلا مفيد ومهم جدا للمشاهدين اللي عندهم مشكلة في الموضوع ده ده نروح نشوف الفيديو نرجع النهاردة بقى هنتكلم عن إمتى أقول أني ابني متأخر في الكلام أو إمتى أقلق وأودير دكتور أمراض تخاطب فيه علامات معينة في كلام الطفل والتواصل معاه لو ما حصلتش لحد وقت معين لازم أقلق ولازم أستشير دكتور أمراض تخاطب إيه هي العلامات دي؟ لو الطفل لحد ما تم ستة شهور ما بيبصش على مصدر الصوت ما بيبصش لحد ولا بيبتسم لحد ولا حتى موته لو الطفل عند عمر السنة ما بيعرفش ينفذ أمر بسيط زيهات الكورة أو لو الطفل ما بيستجبش لإسمه لما بنندع عليه أو لو الطفل ما بيلغيش ما بيشاورش ما بيقلتش حركة زي باي لو الطفل لحد عمره 15 شهر ما قالش ولا كلمة المقصود بكلمة مش إن الطفل بيلغي أو بيقلت أصوات لا كلمة يقصد بيها حاجة زي مام أو بو أو بابا لو الطفل عمره سنة ونص وما بيفهمش كلمة زي لأ أو ما بيشاورش على حاجة زي لو قلتله مثلا فين عينك؟ لو الطفل ما بيستجبش لسؤال زي إيه ده؟ أو لو الطفل بيقول كلمة أو كلمتين بكتير وما بيكتسبش كلمات جديدة لازم أهلأ وأستشير دكتور أمراض تخاطف دكتور راشا فيه أمهات كثيرة جدا بيحسوا بالإحراج بسبب إن مثلا ابنها أو بنتها عندهم مشكلة في الكلام أو متأخرين في الكلام أو في موضوع إن هو يبقى مركز في حاجة وبيرضوش الكلام في الموضوع ده قدام الناس أو إن هما يقولوا إن عندهم مشكلة بالرغم إن زي ما قلنا قبل ما نبتزي التصوير بجد ما فيش إيميل دلوقتي بيباعت لأي أم من المدرسة ما بيبقاش فيه جزء خاص بالسپاشليست أو اللي هو لها اسم بشكر المسؤول عن تفتكلي هل إحنا المفروض مواجه إيه رسالة للأمهات دي أو الأباء دول في الموضوع ده أول حاجة فيه جزء من إن أنا بقول إن ابني عنده مشكلة جزء اسمه ديناعي الإنكار زي أي أم في الدنيا أو أي أب أول حاجة بينكر إن ابنه عنده مشكلة أنا شايفه زي الفل أنا مش شايف اللي أنتوا بتقولوه وده هو جزء اللي لازم من درسة تكون عارفها ومستوعبها والأهل يبقوا عارفينه إنه جزء من أنا أتقبل حالة ابني إن أنا بالأول بنكر إنه هو عنده مشكلة مش كل أهل عندهم القدرة الكافية أو الشجاعة الكافية إنه هو يتقبل مشكلة ابنه أنت دائماً بتتمني إن ابنك أو بنتك يكونوا ما عندهم مشكلة فأول ما بتعرفي الأول فيه مشكلة بتحاول إن أنت تلجائي لدكتور واثنين وثلاثة علشان يقولك لا المشكلة دي مش موجودة وبعد ما بتقتنعي تماماً إنه فيه مشكلة دي دي مرحلة الإنكار بعد ما بتقتنعي فيه مشكلة بتبتدي تتقبلي ابنك وانسه يستقبل سيبتي تشوفي له حل أقنع يعني لو أنصح الأهل دول أنصحوا مني هو فخلال فترة الإنكار اللي عندك حاول إن انت تعمل للمدرسة أو التيربست أو الدكتور قال لك عليه بمعنى إن أنا مثلا لو ابني متأخر وإنت مش مقتنع إن هو متأخر مفيش مشكلة خالص بس في الوقت دوت اعمل الانستركشنز اللي قاله إليك اعمل النصايح اللي قاله إليك اعمل مثلا إن انت تقلل الشاشات إن انت تتكلم معه كثير إن انت تلغي معه كثير إن انت ملكه راكتب فيدباك أو إكستاند فيدباك بمعنى إن هو مثلا لو الطفل مثلا بيقول عربية أقول له عربية حمر عربية كبيرة هات عربية فين عربية بتدي أزود له الحصيات اللي غوية عنده لو الطفل مثلا بيقول الكلمة غلط زي ما كنا بنقول مثلا من شوية مثلا الطفل مثلا بيقول سمكة بيقولها غلط فما قولوش إيه ده غلط تقول سمكة لا ما بعملش كده بقوله سمكة إنت عايز سمكة فين سمكة أو أيا كانت الطريقة اللي بيكلمه بيها فهو يسمع كلمة سمكة صح مرة واثنين وثلاثة فبالتالي هيبتدي أقولها صح هنبتدي نعمل ده لحد ما بقى متقبل إن إيه ابني عنده مشكلة واسأل دكتور واثنين وثلاثة وعشر حد ما تقتنع تماما إن إيه ابنك عنده مشكلة أو بنتك عنده مشكلة وساعات هنبتدي نشوف الحل بس ما نضيعش سنة أو سنتين من عمر الطفل لحد ما نقتنع كأهل طيب فيه فيديو تاني كمان كنت تكلمتي فيه عن مهارات الطفل نروح نشوفه ونرجع بيه النهاردة هنتكلم عن المهارات اللي لازم تكون موجودة عند الطفل قبل ما يتكلم فيه مهارات معينة لو مش موجودة عند الطفل أو ما تمرنش عليها هيفضل متأخر في اكتساب اللغة وتطورها إيه بقى المهارات دي أول مهارة إنه لازم يكون الطفل متفاعل مع البيئة بتاعته يعني إيه متفاعل مع البيئة بتاعته يعني بيبص على مصدر الصوت اللي حواليه بيعايت لو حاجة وقعت وعملت صوت عالي بيضحك كنوع من أنواع التفاعل مهارة تانية لازم تكون موجودة عند الطفل إنه يكون بيتفاعل مع الناس يعني لو مامته بتندهله يبصلها لو حد بيزع ينتبه للصوت بيتفاعل لو حد بيلعبه حتى لو بالرفض أو بالعياط لأنه ده نوع من أنواع التفاعل مهارة كمان إنه الطفل يكون بيركز في حاجة لمدة من 3 ل 6 سوان لأنه لو مدة التركيز أقل من كده بيكون صعب الطفل يكتسب أي مهارة فلازم نزود التركيز عند الطفل ببعض التمرينات دكتور راشا الطفل ممكن يكون بيحتاج كام جلسة تقريبا علشان نقدر نحس إن فيه تطور في موضوع التأخر أو أي مشكلة عنده أيا كانت زي مثلا إن هو مش بيعرف يركز أكتر وكده وكمان عايز أعرف إزاي الأم تقدر تعرف إن الجلسة دي فادته ولا لا طيب أول حاجة جلسات التخاطب بتعتمد الأول على التشخيص ولازم دكتوري التخاطب بيقول للأهل إحنا فين الإبن إيه مشكلته أو الطفل إيه مشكلته هنوصل إيه؟ هو محتاج إيه؟ هل هو محتاج جلسات تخاطب بس؟ محتاج جلسات تانية مع التخاطب؟ إيه مشكلته؟ هل هو بس متأخر لغويا؟ فيه تأخر عقلي؟ هل هو ADHD؟ هل هو توحد؟ هل هو عنده مشكلة تانية؟ فلازم الأول الدكتور بعد ما بيشخص الحالة وبيعمل بعض الاختبارات والأساسمنتز عشان يشوف الطفل عنده إيه؟ لازم بيقول للأهل الطفل عنده طب الاختبارات دي أنا أصبح أقطعك الاختبارات دي بتاخد تقريبا كم جلسة؟ ولا هي من أول مرة الطفل بيروح الدكتور بيضال شخص؟ لا على حسب مرة أو مرتين أو تلاتة على حسب الطفل برضو واستجابته لأن احنا بنحب أن الاختبارات تكون سليمة 100% يعني ما ينفعش إن أنا مثلا الطفل قاعد معي لازم يبقى فيه نوع من أنواع اللازازة بيني وبينه يعني علشان يبتدي يرد علي ما ردش في الأول طبع أنا مش لازم أعمله الاختبار كل مرة واحد طبع ابتدي بحتة وبعد كيه يكون كده يعني like I broke the ice بيني وبينه وبعد شوية مرة تانية بشوفه فيبتدي يبقى عارفني يبتدي يتفاعل معي أكتر طبعا الجلسات والأساسمس كلها play based كلها معتمدة على اللعب ما فيش خلاص دلوقتي حد بيقعد على ترابيزة ولا مكتب ويدي الجلسات ما فيش فينا مع الشزنان ما حدث فينا مع الشزنان بقى دلوقتي خلاص إحنا بنلعب مع الأطفال يعني أسهل طريقه عشان أوصل لطفل معلومة طريق اللعب طبعا فالفكرة كلها إنه بعد ما بقى أشوف الطفل وشخصه بيبقى الأهل عارفين إيه مشكلة الطفل؟ الطفل محتاج وقت قدقيه عشان يتحسن محتاج جلسات تخاطب ولا محتاج جلسات تخاطب وجلسات حاجات تانية مصاحب للتخاطب هيعملوا إيه هما في البيت هي بتبقى حاجات كتيرة مع بعضها بنقولها كلها للأهل وبنشوف الوقت قدقيه في أطفال مثلا عندهم تأخر لغوي مثلا لمدة 6 شهور أو سنة التأخر اللغوي العمر اللغوي بتاهم تأخر عن أقران وسنة فدوك مش بيحتاج وقت طويل ولكن لازم الأهل يواجدوا حضانة لازم الأهل يتكلموا معي لازم يلعب رياضة نتكلم معه كتير نرغي معه كتير نلتزم لجلسات تخاطب لأنه في أهل كتير ممعتمدين أنه قدم روحت مرة في الأسبوع أنا كده كويس لا أنت والدكتور إيه لك مرتين في الأسبوع تروح المرتين لأنها جلسة بتكون من نص ساعة لساعة لربع فهو يعني الوقت دوت لو حسبتيها يبقى ولا حاجة في الأسبوع بتاع الطفل ولكن هو إزاي الولد يتفاعل إزاي بيدو اللي الأهل كل مرة الدكتور بيقابل الأهل أو سيربست بيقابلوا الأهل وبيقول لهم إزاي يتعاملوا مع الطفل وده هو الجزء الأهم يعني البيت عليه دور كبير جدا في تحسن الطفل طبعا فكل ده بيتقلل الأهل بيبقوا عارفين هو محتاج وقت تأديه لأنه من حالة لحالة بس عاد دي يعني حاجة قامل جدا وبتحصل كتير جدا إن الأمة بتروح للدكتور لتخاطب وبتحس إنه ما حصلش او تقدم في حالة ابناء طبعا طيب هل الشخص ده المفروض إنه هو يغير الدكتور ولا المفروض إنه هو بيصبر عليه ولا يعرف إزاي إن أصلا بيحصل وإن يمكن ده وقت معين الطفل بيمر به وبعدين حيتحاول حيروح للستيتش تانية عادي ده اللي احنا بنقولون هو في الأول لازم أكون وقايا مع الأهل لازم لو ولد جايلي توحد لازم أقولش للأله هو هيكلم بعد بكرة طبعا ما فيش كده أنا لازم أقول له إيه المشاكل اللي عندي إيه نقاط الضعف عنده إيه نقاط القوة هيستخدم زي نقاط القوة دي عشان الولد يتحسن إيه التوقعات من الطفل ده أنا مستني إن أنا أوصل إيه خلاص فبالتالي الأهل هيبقوا عارفين بدي الدكتور قد إيه أو الترفيس قد إيه بدي له على الأهل لسفة شهور بس كل مرة الدكتور بيقابنين كل مرة بيبقى فيه زي لانكبوك أو حاجة وسيل التواصل بيني وبين الدكتور بيبقى عارفة ابني خد إيه فيه أماكن فيها الجلسات ممكن يبقى الأهل الشايفين أصلا ابنهم هو شغال جوه شايفينه بيتفاعل أو لا يعني مش يبقى الباب مقفول وصل أقول له على الفكرة ابنك بيقول جوه حكالي حكاية فيش كده طبعا هو خلاص بقى فيه كاميرات دلوقتي كل مكان الأهل بيشوفوا الجلسات بس الأم والأب ما بيبقوش قاعدين جوه الجلسة مع الدكتور ساعات في الأول بيكونوا قاعدين بس شوية هو مش هايز يسمع الكلام أو مختلف هو مش هايز يسمع الكلام هو متدلع هو مش خلاص هو قاعد عمل يحضر مامته ويعاية فهي بتختلف من حد الحد ولكن التأخر اللغوي لو ما فيش أي مشاكل غير مثلا أسباب بإيه أو إن هو بس الطفل متأخر في الكلام من غير أي مشاكل عقلية أو أي مشاكل مصاحبة فدوت الطفل بيتطور وبيكلم عادي جدا أنا كنت متأخرة في الكلام لحد ثلاثين ونص كنت بقول كلمة واحدة وكان ساعتها ما فيش تخاطب ما فيش يعني جلسات تخاطب كانت مامتي بتلغي معي كتير جدا كنت بروح الحضانة كان أخواتي بلعبوا معي كتير جدا فبالتالي تطورت اللغة عندي كانت بتعمل كوراكتب فيدباك وهي مش عارفة أنو في حاجة اسمها كوراكتب فيدباك كنت بقول الكلمة وتقوليش قللها صح لا هيك بتعيدها صح قدامي فأنا بسمعها مرة واثنين وثلاثة وعشرة صح فبالتالي ابتدت اللغة تتطور عندي واللغة ما بقاش فيها مشكلة ده خالص ما فيش مشكلة خالص أنا بقيت دبتات عمرت تخاطب تيوك تيجي زعي عادي على فكرة حبيبتي يا ريمو طيب آخر حاجة عايزة أسأل هيلك لأن أكيد كل أما بيبقى بجد إيدها على قلبها وعايزة تسمع الرد ده حقيقي ممكن أن الموضوع ده غيرك يتغير تماما جدا ويصلح وما يبقاش عنده مشكلة خالص لو هم فعلا مشوا على الجلسات دي طبعا هو كده كده الطفل هيتحصل خلنا بس مقتنم بحاجة أي أن كانت المشكلة كده كده الطفل هيتحصل من تحصل قد كده لتحصل قد كده على حسب دوت بردو لازم الدكتور يكون واقعي مع الأهل من داي ون بنقول الأهل إيه توقعاتنا للطفل ده هنوصل لإيه حتى لو راح يا دكتور وهو كبير يعني بنتكلم مثلا سنة ستة وسبعة وثمانية ولا ده خلاص طول إيه على حسب بردو إيه مشكلته يعني مثلا ستة وبيجيلنا ناس عندهم عشر وثلاثين سنة عندهم لذلت بيجيل ناس عندهم أربعين سنة وعندهم تلعثوا بيجيلنا ناس عندهم عمرهم كبير جدا وعندهم مشاكل وبتتحسن وبتتحسن طبعا راشو أنا مشكورة جدا على وجودك النهاردة معنا وبجد فتنا جدا في وقت إحنا كنا محتاجين كلنا كأمهات نعرف إيه المشكلة وإزي فعلا نقدر نحلها تينكيو يا راشو على وجودك أوي مرسي وبكده خلصت حلقتنا النهاردة استنونا الأسبوع اللي جاي في نفس المعاد أشوفكم على خير بإذن الله باي باي